اشتركوا في القناة في البداية لو تبعنا هذه البطاقة أو هذا الكارد هذا مهم جداً كل طالب منكم يعرف يسويه على فكرة الكلمات في هذه الوحدة قائمة على معرفة الجوبس الوظائف والمهن وأنا مسوي درس في قناتي في يوتيوب عنوانه قامو سيارة الوظائف والمهن جامع فيه مع بنتي يارة مجموعة كلمات أتمنى لو تشاهدونها وتحفظونها تفيدكم كثير في إثراء معلوماتكم وفي هذه الوحدة تحديداً طيب هنا عندنا الولد كاتب اسمه نيم عدنان يعني اسم الولد عدنان age بمعنى العمر 14-14 interests الاهتمامات الولد يهتم بثلاثة أشياء technology بالتقنية gadgets high tech design في كل ما يهم ألعاب الكمبيوتر عدنان wants to become a high tech designer وده يصبح مصمم بكرة مصمم ألعاب أو مصمم تقنية عالي بينما الولد الثاني عندنا ماجد نيم ماجد age 14 عمره 14 سنة اهتماماته sports الرياضة video games الألعاب ورياضة محددة اللي هي tennis لدينا هذه الconversation أو هذه المحادثة القصيرة بين عدنان وماجد رح ناخذ نصف المحادثة نحاول نقراها ونتدرب عليها وأتمنى وانت تسمعني الآن أقرأ تكون فاتح الكتاب وتقرأ معي بطريقة التهجئة يعني الكلمة اللي أنا أقولها تقولها وراي مباشرة نبدأ مع عدنان عدنان يقول so you want to become a tennis player ماجد يرد yes very much عدنان and what does your father do ماجد he is a doctor but he likes to cook he makes the best sandwiches what about you what do you want to be عدنان I want to be a designer you know I want to design gadgets computers and things الآن نحن عرفنا من قبل اهتيامات عدنان وماجد هذه فقط محادثة حتى تفهمك طريقة الكلام أو أسلوب الكلام بعد ذلك عندنا هذه التمارين سأضع إن شاء الله حلولها في آخر المقاطع بالنسبة للسؤال الأول what's the name of the job هو يعطيك الآن ما هي اسم المهنة يعطيك الفعل اللي يمارس في المهنة ثم أن يطلب منك فمثلا في number two works in a hospital هذا شخص يعمل في المستشفى المهنة موجودة في المحادثة قبل قليل أعتقد الإجابة واضحة أنها doctor فعندنا هنا place tennis هذا شخص يلعب التنس ماذا نسميه في اللغة الإنجليزية نسميه tennis player في السؤال الثاني answer yes or no جاوب بي نعم أو لا هل هذا الكلام صحيح أو خطأ من خلال فهمك أو تفهم المحادثة اللي يفوق بين ماجد وعدنان وتعرف كل واحد ماذا يريد فهنا مكتوب لك أنه ماجد wants to be a teacher ماجد وعده يصير معلم هل هذا الكلام صح أو خطأ إذا كان صحيح نكتب yes إذا كان no نكتب خطأ ثم عندنا القاعدة simple presentance أو المضارع البسيط مضارع يعني يا أخوان يحدث الآن في هذا الوقت بسيط لأنه يتكرر لأنه دائما يسويه أنا بشكل يومي بشكل يشبه العادة والروتين هذا الجدوى المهم جدا حتى تعرف أنه هذا في الطريقة المثبتة لما تكلم بكلام يقع مهو أن في هذا الكلام لأنه عكس الaffirmative هو الnegative فعندنا الآن لاحظوا I work You work We work They work بدون أي إضافة فأنا أشتغل مثلا في خطوط الجوية فأقول I work for an airline أنا أعمل في الخطوط الجوية لكن لاحظوا أن الغائب عندنا he و she لازم نضيف عليها s فتصير he works she works إذن إضافة ال s على الفعل تحدث فقط في هذا الزمن في الزمن simple present لذلك يقول لك third person أو الشخص الغائب سواء كان he she أو كان it نقول بدون ما نقول cook نقول cooks نضيف عليها s write تصير writes take takes make makes cut cuts play plays طيب هل استخدام كلمة do does يحذف ال s نعم إذا كنت تستخدم does في الإجابة فما نداعي تقول ال s أنت تكتفي بواحدة من الثنتين أما تقول s في الفعل أو تقول does هذا السؤال what do you do سبق أخبرتكم أنه هذا السؤال معناه ماذا تعمل هو معناه ماذا تعمل الآن ما هي وظيفتك يعني what do they do what does she do ولاحظ أنه كلمة does تأتي فقط مع هي ومع شي في جواب هنا عندنا سؤال مثال كامل what do you want to be ماذا تريد أن تصبح إذا كبرت فالإجابة تكون I want to be a doctor أنا ودي أصير طبيب بإمكاني أحذف كلمة doctor أخلي مكانها teacher أخلي مكانها player أخلي مكانها policeman وهكذا بعد ذلك عندنا هذا السؤال وهذا التمرين قبل قليل نسيت أعلمكم لماذا نسأل باستخدام كلمة do do هنا مختصة بالفعل يعني لازم يكون بعدها فعل مباشرة فلاحظ أنه مثلا عندنا في الجملة هذه في الجملة أي what does your uncle do ماذا يعمل عمك أو خالك فتقول إجابة he is a pass driver هو سائق للحافلة في هذا السؤال هنا استخدمنا كلمة do لأنه هناك في فعل عكس كلمة is or إذا تذكرون هذه is or تأتي مع الصفات تأتي مع الأسماء لكن إذا كان الجملة فيها فعل في النهاية فعل أساسي لابد أن نستخدم معه كلمة do كفعل مساعد أو كلمة does طبعا إذا كانت هي وشي إذا كانت مفرد ثم بعد ذلك نبدأ نكون الجمل القصيرة الآن عندنا هذا الولد اسمه جيم مكتوب عندك الآن اسمه جيم وواضح أنه cyclist يعني راكب دراجة ففي السؤال المفروض أنك تكون سؤال وإجابة في السؤال what does Jim do ماذا يعمل جيم what does لأنه جيم لأنه مفرد فنسأل بdoes what does Jim do فالجواب he is a cyclist هو راكب دراجة he cycle for national cycling team هو يسابق أو يعمل مع الفريق الوطني أو المنتخب في number one الآن هذا الشخص اسمه في الكلمة الأولى حميد وهو يطبخ cook work يعمل restaurant مطعم أربع كلمات تكون منها سؤال وجواب بنفس الطريقة الآن نقول what does حميد بدلا من جيم do ماذا يعمل حميد في الإجابة نقول he is a cook هو طباخ he works in a restaurant هو يعمل وwork نخليه فيها s زي ما سوينا بcycles he works in a restaurant هو يعمل في المطعم باقي الإجابات في آخر المقطع بعد ذلك ستستمع إن شاء الله إلى مقطع يخبرك فيها عن عمر وعن لي وعن ديفيد وعن روبرت عن وظائفهم job هنا نكتب وظيفة كل واحد منهم وهنا place of work إذا كان يعمل مثلا في hospital أو إذا كان يعمل في school أو إذا كان يعمل في store في محل رح تستمع المحادثة ثم من خلال الاستماع تضع الإجابات المحددة بعد ذلك عندنا pronunciation عندنا مهارات النطق ماذا لو كان الـ s آخر حرف هل دائما ينطق s لا يا صديقي أحيان ينطق s وأحيان ينطق s وليس هناك هناك قاعدة ثابتة لهذا الموضوع فمثلا هذه الكلمات ننطقها نقول writes works cooks بينما هنا نقول sells drives plays لاحظ أن الـ s هنا ينطق بيزد وهذا الأمر يجب أن تتنبه له مبكراً في أول متوسط حتى تكون مهارة النطق عندك أفضل هذه الـ conversation عن الولدين عادل وستيف وكل واحد منهم رغبته في ماذا يريد أن يصبح في المستقبل في البداية هم حددوا مهنهم الآن لأن الولد الأول سأل so what do you do عادل هذا ستيف يسأل عادل فعادل يقول I am still in school أنا لازلت أدرس في طالب مدرسة how about you ستيف ماذا عنك أنت يا ستيف فقال me too هذه معناها حتى أنا what do you want to do in the future ماذا تريد أن تعمل في المستقبل فكل واحد منهم عنده أحلام وعندها اختيارات ثم بعد ذلك أنت اختر أقنع المعلم باختيارك واحدة من الثلاث مهن هذه أي هذه النهيات تراها أفضل your ending هل تريد أن يكون architecture مهندس معماري أو يكون web designer مصمم المواقع أو يكون advertising مروج أو مسوق أو مسوق اعلاني بعد ذلك عندنا الأسئلة هذه عن المحادثة فماذا كان يريد ماذا يعمل الآن عادل and Steve what do بلا أنهم جمع الآن عادل and Steve what do عادل and Steve do what does عادل want to be ماذا يريد أن يصبح عادل is it a good job for him هل هي موظيفة مناسبة له why why not إذا كانت نعم ليش وموظيفة مناسبة إذا كانت لا ليش وإجابة هذه الأسئلة بإذن الله سأضعها في آخر المقطع بعد ذلك عندنا هذه القطعة الآن الولد اللي اسمه عمر عمر عنده حلم وهو يعيش في مدينة محدة في السعودية المهم الآن أن تبحث أن تتسوي بحث الآن عن المعلومات طلع القلم وضع خط تحت المعلومات المهمة فبثلا في الجملة عندنا الأولى عمر حمدان هذا اسمه lives in tabouk يعيش في tabouk إذن تحت in tabouk أضع خط he is 16 years old عمره 16 16 أضع تحت خط عفوا تحت 16 هذا التخطيط وهذا القراءة بسكانينج مهارة جدا مهمة وراح تريحك بعدين في كل تمرين تمرين القراءة بعد ما تقرأ قطع عن عمر عندك الآن بعد القراءة هذه الأسئلة لاحظ أول سؤال where does عمر live أين يعيش عمر هذه وردت كما ذكرت لكم في أول سطر بعد ذلك أصدقائي مرة أخرى تتكرر نفس القصة ولكن هذه المرة مع شخص آخر ومع أسئلة أخرى عنه كل هلين التمرينين هذا والتمرين في الصفحة السابقة الغرض منه حتى تتهيأ وتتجهز لكتابها أنت عن وظيفة أحلامك ولماذا تحب هذه الوظيفة وماذا يمكنك أن تفكر في هذه الوظيفة أو أن تفعل وأيضا إضافة أخرى لك طيب بالنسبة للقطعة هذه مكتوب هنا عندنا people always ask me الناس دائما يسألوني what do you want to be when you grow up ماذا تريد أن تفعل عندما تكبر هذه على فكرة هي السؤال الأول what does grow up mean ما هي معنى كلمة grow up to become an adult حتى تصبح بالغة أو كبير I tell them that I want to be a teacher أنا ودي أصبح معلم then they ask me why ليش ليش وديك تصبح معلم will my parents والدي أمي وأبي are teachers هما معلمان and they are very happy with their jobs إذن هذا الولد يعيش مع عائلة يرى أن والد وولد وسعداء بعملهم فلذلك يريد أن يكرر هذه التجربة في الجدول هنا عندنا الآن طبعا يقول لك الآن بالرايتين كورنر أكتب جمل تكون تستخدم فيها كلمة why وكلمة because لكي تشرح الآن السبب لماذا تريد أن تصبح مثلا طيار I want to be a pilot أنا ودي أصير طيار because لأني I am interested in planes أنا مهتم بالطائرات I am interested in planes أنا مهتم بالطائرات so لذلك I want to be a pilot إذن نفس المعنين لكن باستخدام كلمة so وكلمة because my dream job تختبها هنا الآن why I like this job لماذا أحب هذه الوظيفة لأتمنها one two three عندك ثلاث أسباب why I think I can do this job ليش أنا أظن أني مهي أو مناسب لهذه الوظيفة وأخيرا one thing I don't like about it لابد أن يكون هناك شيء أنت تحب بهذه الوظيفة تذكره هنا في هذا المرأة سؤال why و because why باللغة العربية معناها لماذا و because معناها لأن فيخبرك الآن أنه سؤال why دائما تكون إجابته because why is he taking a nap لماذا هو يأخذ قيلولة because he is tired لأنه تعبان why do you want to stay home لماذا تدعى أن تبقى في المنزل because it's cold and rainy لأنها باردة وممطرة ثم بعد ذلك عندنا كلمة because وكلمة so والتفريق بينهن because هنا تشرح فيها السبب أن تقدم النتيجة ثم تذكر السبب فتقول he is taking a nap هذه النتيجة هو ينام because لأنه he is tired هذا السبب لكن لو قلبت الآن وضعت الآن السبب في البداية والنتيجة في النهاية تستخدم كلمة so he is tired هو تعبان so لذلك he is taking a nap عشان كذا هو ينام بعد ذلك عندنا هذا السؤال ترجم هذه الكلمات حتى تعرف معانيها ثم كون السؤال بنفس الأسلوب هذا اللهم فقط فرق بكلمة he وshe إذا كانت الوظيفة تخص كلمة she مثل الجملة الرابعة في الجملة الأولى المثال الأول عندنا الآن why does he want to be an architect architect معناه مهندس مع ماري because لأنه he likes to design houses لأنه يريد أن يصمم المنازل طيب ماذا لو كان يريد أن يعمل في السيارات أي هذه الكلمات تخص السيارات هل هي أعتقديني الإجابة واضحة الإجابات كاملة بإذن الله في آخر هذا المقطع لا تنسون الاشتراك بالقناة والترويج لهذا المقطع بين زملائكم في المدرسة شاكر ومقدر لكم المتابعة وموفقين إن شاء الله اشتركوا في القناة